السلام عليكم اصدقائي كيف حالكم مدعمين القناة فوتشر كوين ايلون ماسك بيغير اسمه لاسم هاري بيلز طبعا شو محتوى هذا الاسم وليش يغير اسمه بالضبط لهذا الاسم وشو هي العمل اللي ارتفعت اكثر من ستبتين بالمئة رح نعرفه بهذا الفيديو امن باش فيديو اصدقائي بإمكاننا تضغل على زر اللايك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصل لك كل جديد في عالم العملات الرقمي ولا تنسوا انضم قناتنا على تليجرام والرابط موجود اسفر فيديو والرابط موجود كمان في بنار القناة خليكم معنا اصدقائي الى بعد الانترو طبعا اصدقائي ظهرت عملة اسمه هاري بيلز كمان العملة بتحمل نفس الاسم الخاص بعملة ايلون ماسك وارتفعت العملة باكتر من ستين بالمئة لكن اذا بتشوف المعاملات المعاملات بدعت من بعد تغيير اسم ايلون ماسك يعني قبل ساعة من الان قبل ساعة بدعت عميطة شراء على العملة والعملة لا تتجاوز المعاملات في كل معاملة او قيمة كل معاملة لا تتجاوز 100 دولار العملة مبنية عليه علي الشبكة الاثريوم وتم انشاء العملة بعد ساعة وبعد عشر دقائق من تغيير ايلون ماسك like 5.10 دقائق بعد عشر دقائق من تغيير ايلون ماسك الأمر هو عملة Fourth Venда تنظر قائم في اشخاص مهمتهم يستغلوا هذه التريندات ويشعوا عملات على نفس التحركات اليلون ماسك ونفس التحركات المشاهير يقوموا بإنشاء عقد للعملة بعد القطع جاهز بعد قطع جاهز بطل سبلاي جاهز وبيتجهز فقط للنشر اول ما تصير اي حركة في السوق او اول ماسك ما يعمل اي حركة بدغرب يتسمى العملة ويقوم بنشر العملة بتكون عقدة جاهز وتكون العملة جاهزة والعقد الذكي تبع العملة كل مبرمج وكل جاهز بس بيضيف اسم العملة ويقوم بنشر العملة على البانكك سواب وهاي العملية ما بتكلفه اكثر من عشرة دولار هو اقل من عشرة دولار كمان تصل المعاملة او تصل سعب العملة لسبعة دولار فقط طبعا بتقوم بتجهز العقدة العملة بعدها بنشر العملة بعد اي حركة من المشاهير هذا الشخص كان جاهز هذه العملة وبعد ما يعمل بماسك غير اسمه هاري بيلز قام هذا الشخص بتسمية العملة هاري بيلز والعملة تفعل اكتر من ستين بالمئة وبعدها بتقوم بتفريغ على الناس وبعدها العملة بتنتهي طبعا ممكن هاي تكون العملة مقفلة البيع مافي عمليات بيع وشراء يعني اذا انت تشتريت ما بتقدر تبيع ابدا هاي النقطة لازم تعذر منها من هيك عملات سكام حتى منصد ديكس طولز مافي عنده او مافي اي تقييم لهذه العملة من ناحية السيكورتي يعني هاي العملة سكام من هو هاري بيلز اللي اطلق ايلون ماسك هذا الاسم على نفسه طبعا زقائي مافي اي شخص بدعاء هاري بيلز في شخص مشهور ممكن تكون علاقة عمل ما بين ايلون ماسك وهاري بيلز مسمى نفسه ايلون ماسك هاري بيلز طبعا في تغريد الايلون ماسك قال يجب الحذر من انتحال الشخصية وممكن هاي تكون او هاي الحركة اللي قام فيها ايلون ماسك هي اللي محاربة انتحال الشخصية هاي النقطة الاولى النقطة الثانية ممكن تكون في شراكة عمل بين ايلون ماسك وبين مبارمش بيلز اللي هو اساسا مبارمش في الذكاء الصناعي بعد ما شدنا ايلون ماسك داعا اكثر من مرة الذكاء الصناعي ويتكلم عن ذكاء الصناعي بطريقة ايجابية اصدقائي انكم وصلنا لهذه الفيديو بطبع اعجابك اشترك بالقناة فعزر الجرس تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد في عام عملات رقمي مع السلامة بخير اشتركوا في القناة